الأهلي بيعود مرة أخرى للظهور بعد خمسين يوم من الغياب والتوقف بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا الأهلي تعادل مع شباب بلوزداد الجزائري وما زال متصدر مجموعة أبطال أفريقيا أو داروري أبطال أفريقيا برصيد ست نقاط في مجموعة بعض الرياضيين والمعلقين شايفينها حسبتها معقدة شوي خلينا نتكلم أكتر عن المتش فنيا فرص الأهلي في البطولة مع محمد عفيفي الناقد الرياضي سبع الخير عليك يا محمد ودايما نشرفنا في سبع الخير يا مصر سبع الخير جمعنا نهلم سبع الخير دكتور محمد وسبع الخير على كل مشاهدي سبع الخير يا مصر أينما كانوا طبعا أهلم بيك هل فعلا مجموعة الأهلي معقدة؟ معقدة بالتأكيد لأن الأهلي من وضع نفسه في هذا الأمر يعني هو اللي خلى نفسه بثلاث عدولات وفوز وحيد لكن مازال متصدر حتى الآن وأفتكر أنه قدرات النادي الأهلي خبرات لعابي النادي الأهلي يقدر أن هو يعبر ولنا في مثال بسيط في السنتين الأخيرة ودي تالت سنة بالمناسبة أنه الأهلي في أول أربع جوالات يحقق يفوزه ثلاث عدولات هي صدفة طبعا لأنه مش أواصد أن يعمل كده في سنتين متتلاتين ودي تالتة كمان على التوالي لكن النادي الأهلي بيوصل للمباراة تنهائية في الأخيرة تقدير يقزم نفسه من الأول؟ ضغط المباريات فكرة أنه توقف دولي دائم لأكثر من خمسين يوم النادي الأهلي كان بعيد عن المباريات بعض اللعبين المصابين غيابات بالجملة أثرت عدم تأثير اللعبين الموجودين أصلاً على أرض الملعب الإيجابية تأثير المدرب السلب مثال بسيط التغييرات يا أستاذ مش لازم أنت تتعاملها بعد الدياة 65 أو تتأخر الدياة 60 بالضبط وده كان بينتقد أو نقد بيوجهها بشكل كبير جداً لمرسيل كولر ما قبل نهايك أسلعاً للأندية تحديداً عدلت شوية في نهايك أسلعاً للأندية لكن عادت ريمة لعدادها القديمة مرة تانية وتأخر في التغييرات لكن كويس أنا عايز أقولها كده بشكل صريح إنه الأهلي كويس أنه مخسرش مباراة الأمس لأنه اللي بلعب على التعادل بيخسر ما بيكسبش والأهلي كان بلعب على التعادل وده كان واضح شفت الموضوع إزاي فنياً أستاذ محمد فكرة برضو فعالية الهجوم عندنا مشكلة كبيرة جداً في بناء هجمة والربط ما بين الخطوط في الملعب فنياً شفت الموضوع إزاي وليه برضو القصور في الجانب الهجومي لغاية دلوقتي درد فرص أو عدم الوصول للمرمى بشكل أو بآخر فكرة إنه من هو المهاجم الذي يدير الأمور الهجومية بالنسبة للنادي الأهلي تالت مرة أولى وأنا ضيف هنا وأنا دايما نضيف وبتشرف إنه يكون موجود معكم إنه مودست لا يصلح لأن يكون هو رأس الحرب الصريح بالنسبة للنادي الأهلي أن يبقى أصلاً على أرض الملعب لمدة طويلة مصممين عليه مصممين عليه لأنه لازم ينجح لأنه اتصرف عليه كتير لأنه كان فيه تواجه عام إنه راجل ده لازم يأخد فرصته قبل ما يتم اتخاذ القرار بأنه لا يصلح فيه النادي الأهلي فهيبقى بأنه قدام الناس كلها أنه الرجل يحددنا لفرصة وأنه خلاص الرجل كان موجود وما قدمش ما يشفع له أن يبقى فيه النادي الأهلي لكن بشكل عام الاختيار من البداية وقبل أن يلعب أي مبرى مع نادي الأهلي هو لا يصلح مش معدل سن الاهتمام بالنفس كرياضي مهاراته الفنية صلابته الذهنية التواصل حتى مع اللعبة في الملعب وحتى تواصله في الملعب مع اللعبة يعني مش محلر يا دي بس يعني أعتقد محتاجة تبقى أحسن من كده حتى التحرك بدون كرة ما هو أنت لازم تظهر للعب اللي مع الكرة أو تتحرك له في المكان اللي المفروض يمرر لك في الكرة ده ما بيعملوهش موضس أو بيعمله بتقلع على أرض الملعب جسمه تقيل مش فت يقدر أن هو يملت حركات اللي بيعملها كهرباء على سبيل المثال لما بينزل على الأرض الملعب فبشكل عام لا الأهلي بيوصل المهاجمين أمام مرمى أي غريم في الفترة الأخيرة ما بعد كاس العام لأن ديها تحديد أو خلال فترة التوقف ما قدرش أن هو نقدر نقول أنه الغيابات لما يغيب النادي الأهلي يقدر أنه يسد بباقي السكواد اللي موجود أي لعب يرتدي قوميس النادي الأهلي لازم يؤدي بشكل كويس ده ما حصلش لأنه الغيابات أثرت بشكل أو بآخر بنكلم عن لعب زي بيرسيتاو على سبيل المثال ودأثيره بشكل أو بآخر في غيابه كجناح مهاجم مؤثر وهو أفضل لعب في القارة الأفريقية داخل القارة الأفريقية طبعا بنكلم عن أليو ديانج وغيابه برضو مع الإصابة بنكلم عن مجموعة كبيرة من اللعبين وعلى رأسهم الشيناوي طبعا وإن كان مكسب كبير للنادي الأهلي اللي بيلمع كان في تشكيلة نادي الأهلي هو مصطفى شبير الحياة لقدة بشكل كبير جدا وحارم بشكل صريح شباب بالوزاد الجزائري أنه يحقق فوز كان في المتناوى اللولا دفاع نادي الأهلي سلبي ونص ملعب نادي الأهلي سلبي ولعابي الهجوم بتوعنادي الأهلي سلبيين في التغطية العودة للتغطية وكانوا بيبيعوا نفسهم كتير أو في الخروج من أماكنهم وكويس إن عدت على خير على خط الوسط من الهجوم لخط الوسط أكرم توفيق صحيح يعني هل مش متعود يلعب في المركز ده ويلعب خط الوسط هو كان أصلا لعب خط الوسط وعادة من جديد لخط الوسط عندما استعان به أو اضطر أن يستعان به مرسيل كولر إنه مرسيل كولر لما بيغضب على حد بيجمده حتى وإن كان لعب مؤثر ومهم زي أشرف أو أيمن أشرف لنا فيه مثال في السنة اللي فاتت ماسك فإنه لا هو أكرم لكن أكرم توفيق بعيد بيكا ظهير أيمن أجاد فبقى ظهير أيمن عادة من جديد لنص ملعب بس بقى له كتير أو ما لعبش أصلا على أرض الملعب وما لعبش في هذا المركز تحديدا فكان فيه نشعر وكأنه في عدم انسجام فيما بين ثلاثة نص الملعب حتى إمام عشور ما كانش في حالته إمام عشور منذ أنت واجد مع منتخب مصر والإصابة اللي جات له مع الارتجاج الخفيف والحالة مش حالته مش حالته بعيد مع الانسجام اللي ما كانش موجود أصلا فيما بين لعاب النادي الأهلي اللي هما مختارين من أجل سد الفراغات لأنه مرسيد كودر كلاسيكي ما بيديش كل اللعبين الحالة اللي هي تخليهم يبقوا موجودين أي واحد يستعان به يبقى جاهز على الأرض لما لعبودي مشكلة كبيرة جدا طيب خلي أرجع لإجابتك على السؤال القبل ده وكنت تكلم على فكرة أن النادي الأهلي كان بيلعب على التعيد والناس كانت شايفة ونحن نتابع كات تعليقات شايفة أن الأهلي بداش نقول فشل عشان كلمة تقيلة لكن خلي نقول ما نجحش في أنه يبني هجمة أو حتى الربط بين الخطوط كان فيه مشكلة ليه إيه السبب؟ محمد بنك دي قابش على سبيل المثال نازل متأخر الراجل ده في مثل هذه المباراة تقدر أن هو يستلم الكرة مع ضغط فريق شباب الأزداد والعبية على أرض الملعب ويبدأ يوزع مع الهجمات المرتدة للمفروض بيلعب عليها النادي الأهلي بدون تراجع سلبي التراجع بالزيادة بيؤدي إلى أنه أنت بتبقى مضغوط بشكل أو بآخر نص الملعب كان عليها عامل مؤثر ما كانش بيؤدي الواجبات بالشكل المطلوب اللي تساند دفعياً وتأثر في الربط مثل ما بين التلت الدفاع والتلت الهجومي طهر محمد طهر الجنب اليمين ولا؟ يمكن حسين الشحات كان شوية في الشرط الأول كان بيؤدي بشكل إيجابي لكن طهر محمد طهر هو فريق على أرض المكوك يعني بيجري كتير لكن تأثير كرته على أرض الملعب سلبي أداء الملعب كان سلبي محمد هني كان حتى من أول كرة في الشرط الأول كان متنرفس بشكل كبير وهو كابت النقائد للنادي الأهلي لازم تلعب بهدوء في مثل هذه المباريات مع ضغط الجمهور كمان المشكلة في أنه بعض اللعبين على أرض الملعب في النادي الأهلي متأثرين بالغياب لفترة طويلة أو عدم المشاركة للمباريات كتير حتى وإن كان اللي لعبوه من مباريات ودية كانت المفروض تديهم سنس المباريات لكن الودي غير الرسمي وتحديدا في دوري أبطال الأفرقية مباراة كبيرة مؤثرة هو كان مرسيل كولر بلعب على هدف التعادل أو إنه ما يخسرش لو ما كسبتش ما يخسرش وهو لعب على كده ومشيت معاه لكن مش مضمونة عندك مبارتين ما فتكرش إنهما أصعب من مبارتين شباب باللوزات سواء كانت في القاهرة أو حتى فيها الجزائر بشكل عام الأهلي هيتأهل لكن ما بعد كده لازم يبني على إنه تزداد الفرص الهجومية الربط في نص الملعب لازم يكون أكتر تأثير إحنا عندنا غيابات طبعا بالجملة بما فيها لعبين ما تمش قدهم أصلا في القائمة الأفريقية بما فيهم عمر كامل عبدالي واحد هيبقى مؤثر برضو بالإجابة في الفترة اللي جاية ليطمئن النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي على إنه هو بيعرف يتعامل مع الأدورة الإقصائية هيعدي لكن إنه يتعلم من هذه المباراة إنه فيه مشاكل كتيرة ومشاكل بالجملة والشباب اللي ازداد على قد الهالة اللي عملها هجوميا وإنه كان خطير على مرمى النادي الأهلي مش هو الفريق الكبير اللي يخض النادي الأهلي أصلا والنادي الأهلي عنده أفضل بكتير طب أشارت حضرتك لفكرة التأخيرات في التغيير وديك يعني يبدو أنها عادة الكولر دايما لغاية 65 لديها 65 بدأ يغير تأخير تغيير كهرباء ونزوله أثر إزاي والفكرة دي ليه دايما بنشوفها إنه دايما بيقى فيه تأخيرات في التغيير هو عنده فيه مدربين بشكل عام عندهم من الديها 65 يبدأ غير حتى وإن كان الوضع سيء على الأرض الملعب قد يكون بعض المدربين بيعتمدوا على فكرة النبضات وإنه معدد اللي يقل بالنسبة لدى اللعبين اللي بيوصل من خلال أمور تقنية معينة فاللعب ده بيقدر يلعب 65 ديئة بيلعب 70 ديئة فيه مدربين بيعتمدوا على شكل تقني لكن حالة اللعب نفسه يعني طهر محمد طهر كان خارج إطار المباراة تماما ذهنيا مودست لا يسلح إنه يبقى على أرض الملعب كان المفروض كهربا ينزل سورة بس جات وقت النطر الكتير كهربا قاعد مكتف نفسه على ديكة البودلاء دا يدل على إنه حالته إنت لما تنزلوا أرض الملعب مش هتاخد منه حالة كان ممكن تسخنوا فيه ما بين الشوطين ويبدأ من بدر شوية فياخد حساسية أرض الملعب تفاصيل صغيرة ممكن تفرح حتى في الحالة الذهنية لأنه كهربا لما نزل خلاص وفقد للشغف حتى إنه يكمل على أرض الملعب نفس كلام محمد مجدي أفشا الربط كان مش موجود حتى فيما بين اللعبين اللي نزلوا لتأثير هجومي بشكل إيجابي على أرض الملعب لأنه كان فيه فرص لو كهربا نزل من بدري وبعض اللعبين اللي كانوا ممكن يبقوا مؤثرين في الطيران خلف الدفعات لأنه شباب اللوزات تتقدم شكل كبير وكان فيه خلف الدفعات ومساحات كبيرة جدا هل من مستغل؟ دا ما حصلش وكان لازم يتلاعب عليها لكن ما قدرش مرسل كولر تغيير متأخر وفي نفس الوقت لعيبة مش في حالتها طبعا تأثير الغياب مؤثر بشكل أو بآخر بعضا عن الملعب طبعا طيب الغياب بعضا عن الملعب وفكرة غيابات للعيبة يعني الغيابات خلينا نقول إنه معظمها ما كانتش مفاجئة يعني معظمها كان معروف بقاله في حد فترة صحيح والأهلي كان قدامه أو مرسل كولر تحديدا كان قدامه وقت كان عنده فرصة إنه يقدر يؤهل العيبة حتى اللي موجودة إنه هو كل واحد يلعب في مكانه ويبقى جاهز وفيه جاهزات أما إن كان بدنيا زهنان أي مكان ليه دا ما حصلش؟ دي حاجة تاني حاجة هل إحنا لسه مستنين أو لسه الأهلي شايف إنه مفروض يبزل جهده أكبر في فكرة إنه يدي فرصة المادست إنه يثبت إنه مكانه وسط الأهلي أنا مش مجزي بشكل كبير روحون عليه لسه صحيح طب أنا هبدأ من الجزء تاني إنه مودست أنا شايف إنه خلاص استنفذ حتى وإن كانت فرص قليلة لكن اللعيب يبان من لمسته هو ما أثرش فخلاص فالأمور بالنسبة للمودست هل دي حقيقة؟ خلني أقولك ده من تعليقات السوشال ميدي مودست نفسه؟ يعني آه يعني مفيش الروح أو الحماس إزاي إنه يبقى داخل اللعيبة أو يدخل وسط اللعيبة ده قاله في المؤتمر الصحفي ما قبل أن يأتي للنادل آلي وأنا كلمت هنا فيها قلت هو جاي بيقول آه أنا نازل من لفل عالي للفل أقل ده ما ينفعش كان لازم يبقى عارف كواسي أنه جاي كريسان رونالدو لما راح دوري سعودي وكان أقل من الدوري المصري بالمناسبة وقتها اتكلم عن إنه دوري كبير ودوري قوي وأنا جاي لتحديات كبيرة لكن مودست كان بيكلم عن إنه جاي وكأنه رايح دولة من دول الخليج هيلعب علشان يكمل مسيرة الاحترافية في الوقت الأخير فأنا شاف أن مودست أصلا عقليته ما كانتش تسمح لي أنه يبقى موجود مع نادي الأهلي بعقلية نادي الأهلي أنه أنا جاي أكسب كل المباريات مش البطولات ده المباريات اللي بتدي تفاصيل للوصول للبطولات الجزء الثاني ما رسلكه رأى لعب مع لعابي نادي الأهلي على فكرة أنه أهياءهم لكن الغياب عن المباريات مؤثر لعب زي ريدا سليم هو عادة من الإصابة ليه ما تبتديش به أو حتى تغيره بدري اللعب لما نزل أثر وكان محتاجه في المساحات اللي كانت موجودة خلف دفعات شباب الوزداد في الشغط الثاني لكن هو برضو تغييرها المتأخرة إدارة المباراة المشكلة في إدارة المباراة من مرسيل كولر ثقته زيادة في بعض اللعبين اللي المفروض ما يكونش ليهم استمرارية على الأرض نلعب بشكل طويل فكان لازم يبقى تغيير من بدري شوية لكن برضو فكرة البعد عن المباريات لفترة طويلة مؤثر بشكل أو باخر على اللعبين حتى اللعبين الدوليين اللي جايين مش في حالتهم مع عدم تفاهم والانسجام بالتغييرات الكتيرة اللي ده خليت على تشكيل النادي الأهلية شفت أداء إمام عشور الزامبر لا أولا 50% حتى من قدراته إمام عشور من الأمر اللعبين الفنانين الموهوبين اللي موجودين في الكرة المصرية لكن القناع اللي هو لابسه ما بعد الوقع اللي كانت مع متخب مصر هو بتحرك بشكل كويس لكن في بعض الأمور اللي لما بيطلع يتقدم ما بيرجعش يقدي أدوار دفعية أو حتى تحركه بدون كرة ما كانش بالشكل المؤثر أو زي ما كان في كاسة علامة عندي على سبيل المثال مع نادي الأهلي أو حتى مع متخبنا الوطني في كثير من المباريات خلال دور المجموعات قد بشكل قوي جدا كشغل فردي لكن كشغل جماعي مع نادي الأهلي ما أثرش لكن مهم أنه يبقى على أرض الملعب لأنه لمسة واحدة منه ممكن تغير تنقل الملعب في ظل أنه ما بيلعبش بصنق ألعاب كلاسيكي زي محمد مجدي أفشا مارسيل كولر وبيستعين بيه في الشوط التاني ومن ثم هو ده اللي بيحل الأزمة أنه إمام يستلم كرة من قلب نص ملعبه ويبدأ أنه هو يطلع يشغل يخدم على الأداء الهجومي بالنسبة ليه الطيارات ده إن كانوا في حالتهم زي طهر محمد طهر اللي كان برا الخدمة أو في الشوط التاني حسين الشحات واللي النزل نزل كان بتأخر فكرة أنه كل لعب مفروض أنه يكون معروف قدرته على الأداء في الملعب قد إيه يقدر يعمل إيه في الملعب يقدم لحد إمتى إمتى أغيره دي نقطة مهمة قوي دي مالهاش علاقة يمكن بفنيات المباراة لكن ليه علاقة بجاهزية الفريق ومعرفة كل لعب عندي قدرته إيه ودي بيلزمها خلينا نقول تقنيات ومتابعة دورية ومتابعة دقيقة جدا لكل لعب موجود في الفريق إن كان لعب رئيسي أو لعب احتياطي خلاص ده موجود في النادي الأهلي يعني ده بيتم بهذا الشكل الدوري والدقيق في النادي الأهلي إنه مارسال كولر زي ما كنتوا تتكلم عارف كل لعب ينزل إمتى وإمتى أخرجه وإمتى أبدل ده موجود؟ هو المفروض ده موجود الدرجة من الإيجادة إنه بيتعامل أسواس كاوتينج بجيله بنشوف العابين هبسطها كده للناس بنشوفهم لابسين حاجة سؤودة كده لنص الجزء الجسد الأعلى كده بيبقى فيها سينسور أو بيعدد النبضات معدل اليقاء أول ما تنور أحمر الراجل ده ممكن ما يكملش على الأرض الملعب أو هيجيله كرامب أو شاد عدد لو دوست عليه أكتر من كده فبيبقى فيه عدد دائق بالنسبة للعبين ده موجود في العالم وبدأ يبقى موجود في مصر في السنوات الأخيرة بما فيها نادي الأهلي وهو المفروض الأعلى في هذا الليفل ففي ناس شغال على ده إنها بتودي لمرسيل كولر إشارات الراجل ده لا يصلح بعد كده إنه يبقى على الأرض الملعب وإلا يبقى عدد على الفرقة إدارة بقى مرسيل كولر قرار مرسيل كولر المكابرة في بعض الأحيان في قرارات تغيير بعض اللعبين إعطاء فرص للعبين لا يستحقوا أن يكونوا موجودين في تشكيلة النادي الأهلي فالإدارة بالنسبة لمرسيل كولر هي اللي ممكن تبوز شغل محترف موجود من فريق عمل إلى جوار مرسيل كولر في النادي الأهلي موجود الشغل ده لكن تنفيذه على الأرض ملعب إزاي ممكن تكون عقليتك أنت لا تسمح أو عقلية اللعبين ما بتتأقلمش مع الأفكار والتطور ده جميل توقعاتك للمباراة اللي جاي يوم الجمعة مع مدياما الغاني وحسابات المجموعة سريعا في مدياما الغاني لسه هنلعب وفيه كمان فريق التنزاني اللي هو يونج أفريكنز يونج أفريكنز ومدياما الحسابات ماشية زي في المبنوعة الخاصة بنادي الأهلي أول أهلي كده كده متصدر بثلاث عدلات وفوز وحيد وزي ما قلنا ده تالت سنة على التوالي في أول أربع جولات وده أمر يعطينا يعني فكرة أنه فألة حسن لأنه آخر نسختين نحن وصلنا إلى الفاينال ونادي الأهلي وصل إلى الفاينال ففيه نقدروا من فألة حسن لكن إدارة المباراتين القادمتين النادي الأهلي أفضل بكتير فنيا مدياما ما بعد ذلك يونج أفريكنز فارقين ما عندهمش قدرات اللي اتتعب النادي الأهلي ما عندهمش خبرة كبيرة برضو أو التقل الأفريقي ولكن الواقع على الأرض المعلم هو اللي بيحقن النادي الأهلي عنده مباراة في الخارج مباراة في الداخل يقدر أنه هو يحسم حتى وإن كان تعادل فيه الخارج وفوز فيه الداخل لكن في الأخير الأهلي يقدر أنه يعبر دور المجموعة ويتصدر مجموعة وحتى ألا يعاني فيه الأدوار القادمة لكن الأهلي قادر على أنه يفوز في المباراتين لو عدل من الأمور وعادة اللعبين المصابين لهم الإصابات القريبة مش الإصابات البعيدة يعني يتمنى الشفاء لمحمد شتناوي لكن برسيتاوه يكون مؤثر لعبين الكثر في نادي الأهلي غايبين هيكون مؤثرين بشكل أو بأخر في الإجابة الحقيقة النقاش اللي دار بنا ده في الأول وفي الآخر هو النادي الأهلي من أهم الكيانات الرياضية مش بس في مصر لكن حقيقة أفريقيا ونادي كبير جدا نادي عريق نادي مؤسسي كمان عارف هو قادر يدير نفسه بشكل كبير جدا ولكن دايما نحن نبقى طمعانين أكتر في الخير فيمكن عشان كده كنا منتناقش معاك طبعا المعلق الرياضي محمد عفيفي نورتنا في صباح الخير يا مصر مشكورك طبعا على كل الإضاحات دي شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم تشرفت بكم نورتنا ودايما بتشرفنا وبتدينا كده تحليلات جميلة وقيمة شكرا لك سيد محمد